أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم الاثنين اربعتاشر عاشرة الفين اربعة وعشرين شهدت أسعار الدواجن النهاردة تراجع كبير بعد ما لمست الميت جنيه في محلات الدواجن المختلفة قبل يومين إذ سجلت هبوطا ملحوظا في المزرعة هبطت أسعار الدواجن البيضة النهاردة حيث يبدأ سعر كيلو رسميا في المزرعة من ستة وسبعين جنيه فيما يبدأ السعر للمستهلك في المحلات من ثمانين جنيه وممكن يزيد في بعض المحلات بالمناطق المختلفة نتيجة اختلاف مسافة النقل من المزرعة وغيرها من العوامل بيصل سعر كيلو من الدواجن السلسل فراخ الحمرة مية وخمسة جنيه وبتصل للمستهلك بسعر من مية وعشر إلى مية وعشرين جنيه كذلك فراخ الدواجن الأمهات بتصل لخمسة وسبعين جنيه للكيلو وبتصل للمستهلك بسعر من ثمانين إلى تسعين جنيه كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة 120 جنيه وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيه اما عن سعر البناء فسجل تراجع ملحوظ ليبدأ من 180 جنيه للمستهلك في بعض المحلات ومش جميعه ممكن يختلف السعر من منطقة التانية ممكن يوصل ل190 جنيه لكيلو كيلو الشيش في حدود من 180 ل190 جنيه ايضا الوراك بيتراوح سعرها بين 95 و 105 جنيه لكيلو الكبد والاوانس سعرها ما بين 110 و 120 جنيه لكيلو الاجناحة في حدود من 60 و 65 جنيه بالنسبة لأسعار الكاتاكيت الكاتاكيت البيضاء في حدود من 48 ل 50 جنيه للكاتكوت الواحد بالنسبة لأسعار البيض أسعار البيض في حدود يعني كرتونة البيض في حدود 180 جنيه والبيضة في حدود 6 جنيه